اشتركوا في القناة فآخ النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع رضي الله عنه من الأنصار فجاء سعد بن الربيع الأنصار إلى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وقال له مقدما بمقدمة لعله أن يقبل بما يكون وراءها فقال إني من أكثر الأنصار مالا بالمدينة وهذا شطر مالي لك وعندي زوجتان أطلق أحداهما فتتزوج بها لكن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال له بارك الله لك في أهلك ومالك دلني على السوق فدل على السوق فاتجر أياما فحصل مالا ثم تزوج فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه وضر من صفرة فقال ما هي يا عبد الرحمن أي ما شأنك لأن هذا الأثر يعرف عند المتزوجين حديثا فقال تزوجت يا رسول الله قال ما أصدقتها قال على وزن نوات من ذهب قال أولم ولو بشاه أشاهد في هذه القصة التي يعجب المرء من صنيع هذين الصحابيين رضي الله عنهما فسعد بن الربيع العصاري رضي الله عنه بذل هذا المال الكثير من أجل أخيه المهاجر وأما عبد الرحمن بن عوف فلم يكن ذا طمع في هذا المال فلا ندري مما نعجب من بذلي سعد أو من نبلي عبد الرحمن رضي الله عنهما وهكذا أيضا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ذاب على السوق والتجر وعمل وكان تاجرا في مكة وكان ذا مال ولكنه ترك كل ذلك في سبيل الله ولما جاء إلى المدينة أعانه الله وعرف بالخير والاتجار وكثرة المال وهذا فيه إشارة إلى أنه ينبغي للسان أن يعمل ويجد وأن يستغني عما في أيدي الناس وأن لا يسألهم المال من دون حاجة كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من سأل الناس أموالهم تكثرة فإنما يسألوا جمرة فليستقل أو ليستكثر وجاء في رواية من سأل الناس أموالهم من غير حاجة جاء يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم لأن الجزاء من جزء العمل فهذا لما لم يستحي من سؤال الناس جاء يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم فالله الله بالجد والعمل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر